أكد وزير الدولة أمين العاصمة عبدالغني حفظ الله جميل إن ميليشيات الحوثي الإنقلابي المدعومة إيرانيا تقوم بتجريف الهوية اليمانية وتدمر النسيج الاجتماعي وأضاف في كلمته خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمالة العاصمة تحت عنوان تجريف ميليشي الحوثي للهوية الثقافية اليمانية أن ميليشي الحوثي لا تستهدف ثورة سبتمبر الخالدة فحسب بل تعمل على تجريف كل ما يتعلق بحياة الناس بمختلف جوانبه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية حيث شهدت ندوة مدخلات قدمها مدير عام مكتب الثقافة بأمانة العاصمة عاد الغبارة وأستاذ الشريعة في جامعة تقليم سباء الدكتور عبدالفتاح البصراوي ومدير مديرية بدباد الدكتور يحي القالصي تناولت في مجملها مظاهر تجريف ميليشي الحوثي للثقافة اليمانية وكيفية مواجهة هذا التجريف ترجمة نانسي قنقر